موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في هذا الشريط الجديد الذي سنتطرق فيه إلى تصحيح امتحان جهوي لفائدات تلاميذ سنة الثالثة إعدادية هذا الامتحان اخترت النموذج الأول في 2018 مكيف ما يعني مكيف؟ بمعنى كيهم التلاميذ الصم والبكم كيهم التلاميذ اللي ما تسمعوش وماتي وماتي تكلموش وهذا الفئة كينا غادي تسألوا التلاميذ الآخرين أعلاش بالضبط خديط هاد النموذج هو اللول باش حتى انتم غادي تشوفوا واحد طريقة أخرى ديال نماذج لامتحانات بمعنى تكون سؤال وثلاثة الأجوبة يعني امتحان متعدد الإجابات الامتحان الجهوي المحلي للسلك الإعدادي 2018 كانت تشوفوا تمكرا مكتوب الموضوع مكيف المعامل الثلاثة مدة الإنجاز ساعتان وكانين هنا بعض التوجيهات اللي خصلا بدا المترشيخ خصو يقراهم بتمعون وفهم أش مكتوب تمعون يسمحوا باستعمال آل الحاسيب غير القابلون ببرماجة بمعنى ممكن استعمل الكالكولاتريس يسمحوا لي المترشيخ إنجاز تماني امتحان حسب الترتيب الذي يناسبه بمعنى ممكن تسبق أي سؤال بغيتي ينبغي تفادي استعمال لون أحمر عند تحرير الأجوبة يعني ما يخصكش تستعمل ستيلو أحمر بالرغم من تكرار بعض الرموز في أكثر من تمرين فالرموز المستعملة في تمرين معين لا علاقة لها بباقي التمرين بمعنى كل سؤال ممكن تلقى شي رمز معاود مثلا إفلي إكس معاودة في شي سؤال أخر ما عندها حتى شي علاقة بذلك السؤال بمعنى كل سؤال عنده كل سؤال مثلا مكتوب واحد قدامه ألف بأ ألف بأهما المتعلقين بواحد اثنان وكذلك وصير على ذلك سؤال خامسا يتكون موضوع الامتحان من أسئلات الاختيار من متعدد بمعنى كل سؤال وكل ثلاثة الأجوبة وكذلك تختار واحد السؤال ها ما غاد يجو نقترح بالنسبة لكل سؤال ثلاثة أجوبة من ضمنها جواب صحيح واحد بمعنى أخذك تدير واحد الجواب واللي صحيح ثم انقل على ورقة تحريرك رقم السؤال الذي تود الإجابة عنه واكتب بجانبه الجواب الذي اخترته بدون تقديم أي تعليل هذه هي لخص كنتردوا لعلبان بالنسبة للورقة راه فيها ممكن تدور على الجواب الصحيح ولكن هنا أعطوكم إشارة واضحة بمعنى غاد يعطيكم ورقة تحرير وغادي تكتبوا فيها الأسماء ديالكم والأرقم ديال الامتحان إلى غني ذلك وغادي تبدأ بالسؤال مثلا بغيتي السؤال لغا تكتب السؤال الأول ألف هالجواب دياله باء هالجواب دياله إلى غير ذلك إذن هذه بعض التوجيهات اللي خصنا بدأ ترضو لها الباء وممكن هاد سابعا ممكن يغيروها في شامتحان أخر ممكن يقول لك أطر الجواب الصحيح ولا لوين الجواب الصحيح المهم دائما كنقرأ التوجيهات باش نفهمو أجل امتحان أشنا هما التوجيهات اللي حسنين نتابع الامتحان هو كالتالي كما كتشوفو عندنا السؤال جواب ألف A B C وكين المعطا هذا مني كتلقاو قدامو ملوون قدامو وما كين حتى شي جواب هرا هادو كين المعطايات إذن أولا ألف باء جيم دان ألف باء جيم دان كل هم أسئلة متعلقة بهادك المعطايات ديال السؤال الأول وكل سؤال عليه نقطة ثم ثانيا المستقيما هنا سؤال واحد يعني واحد جواب غادي تقول جواب ثم السؤال ثلاثة فيه سؤالين ألف و باء يعني متعلقين بالسؤال الثالث نفس الشيء السؤال الأربعة سؤال مباشر خمسة مباشر ستة مباشر سبعة مباشر ثمانية فيه ثلاثة ديال الأسئلة المعطاة هو إف دال الأخطية ألف سؤال باء سؤال جيم سؤال إذن خسك تجاوب على هذا تاسعا المعطايات يعني يرضيك البلسة اللي ملوون راه المعطايات هذه ألف يعني فيه ألف و باء وخسك تجاوب عليه عشرا فيه ألف و باء و جيم يعني سؤال عشرة فيه ثلاثة الأسئلة و كل سؤال ستجاوب عليه إذن هذا هو الانتحان اللي غادي نشوفه الجواب دياله إن شاء الله في الشريط القادم